بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَجْدَامَكُمْ صدق الله العظيم انتصاراً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصار حتى هذه اللحظة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن روبيمار وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكان من نتائج العملية ما يلي إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان وفي الحديدة تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية وبعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية امكيونين بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء التاسع من شعبان 1445 للهجرة الموافق للتاسع عشر من فبراير 2024 صادر عن القوات المسلحة اليمنية